بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سلام من الله عليكم وتحية مني إليكم أبنائي طلاب الصف الثاني عشر ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس لغتنا العربية وعنوان درسنا اليوم الأجناس الأدبية فحياكم الله أهداف درسنا ولدي الحبيب الهدف الأول أن تعرف الجنس الأدبية في الاصطلاح تعريفا صحيحا الهدف الثاني أن تتعرف تصنيف النقاد قديما الأجناس الأدبية بصورة دقيقة الهدف الثالث أن توضح تصنيف الأجناس الأدبية في العصر الحديث توضيحا دقيقا الهدف الرابع والأخير أن تبين خصائص وأنواع الأجناس الأدبية الشعرية والنثرية بشكل صحيح بدأنا على بركة الله والآن أبنائي الطلاب ما تعرف الفن؟ الفن محاكاة لحياة الإنسان وطبيعته وتختلف أساليب هذه المحاكاة حسب ما يأتي أولا الأداة الفنية التي يعبر بها الأديب ثانيا اللغة التي وظفها الأديب ثالثا الشكل الفني الذي يتلقاه القارئ ما تعريف الجنس الأدبي أيها الأحباب؟ الجنس الأدبي هو الشكل الفني الذي يصب فيه الأديب إبداعه الأدبي كالخطبة مثلا أو المقالة أو القصة أو القصيدة أو الملحمة أو المسرحية ما تصنيف النقاد قديما أحبابنا للأجناس الأدبية؟ هل عرف النقاد قديما الأجناس الأدبية بأنواعها؟ تعالوا لنتعرف على ذلك فقد قسم النقاد قديما الأجناس الأدبية إلى الملحمة والتراجيديا والكوميديا رواد دراسة الأجناس الأدبية من هم أهم رواد دراسة الأجناس الأدبية أيها الأحباب؟ أولا نبدأ في الأدب الغربي يعود الفضل لأفلاطون وأرستو صاحب كتاب فن الشعر في وضع الأسس الأولى لفكرة الأجناس الأدبية فقد قسم أرستو الأدب إلى شعر ونثر أما في أدبنا العربي فيعد الجاحظ وهو صاحب كتاب البيان والتبيين وقدامة بن جعفر وهو صاحب كتاب نقد الشعر وابن طباطبة صاحب كتاب عيار الشعر رواد دراسة الأجناس الأدبية تصنيف الأجناس الأدبية في العصر الحديث أحبابنا تم تصنيف الأجناس الأدبية في العصر الحديث إلى أولا الأجناس الأدبية الشعرية كالشعر الغنائي والمسرحي والملحمي ثانيا الأجناس الأدبية النثرية مثل الخطبة والرسالة والمقال والمسرحية والقصة والآن أحبابنا الأجناس الأدبية الشعرية أولا الشعر الغنائي ما هو الشعر الغنائي أحبابنا؟ هو الذي يتغنى فيه الشاعر بذاته الشاعرة فيعبر عن أفكاره ومشاعره الخاصة بلغة أدبية تعكس شخصيته وعواطفه مثال على ذلك قول الشاعر إيلي أبي ماضي حين عبر عن ذاته لا تسلني عن السماء فما عندي إلا النعوت والأسماء هي شيء وبعض شيء وحينا كل شيء وعند قوم هباء فسماء الراع كما يتمناها مروج فسيحة خضراء تلبس التبر مئزرا ووشاحا كلما أشرقت وغابت ذكاء أبدا في نظارة لا يجف العشب فيها ولا يغيض الماء ثانيا الشعر المسرحي وهو جنس أدبي حديث يمثل أمام الجمهور على المسرح ويعد شوق أبرز شعرائه حيث تأثر بشعراء فرنسا مثل لا مارتين والشعراء الإنجليز مثل ويليام شكسبير وسبب ظهور هذا الشعر أحبابنا الاتصال بالثقافة الغربية عن طريق الترجمة والبعثات التعليمية ثالثا الشعر الملحمي وهو قصيدة قصصية شديدة الطول تدور حول بطولات ووقائع ذات دلالة لأمة من الأمم وخصائص هذا الشعر أن يكون البطل ذا مكانة جليلة في وطنه أو في العالم ويحظى بأهمية تاريخية أو أسطورية ثانيا ميدان الأحداث واسع جدا كي يشمل كثيرا من الأمم ثالثا تتسم تصرفات البطل بالشجاعة وتبدو خارقة بارك الله فيكم ومن أشهر الملاحم العالمية أعزائي الطلاب ملحمة الإلياذ والأودسة للشاعر الإغريقي هوميروس وملحمة الشهنامة من الأدب الفارسي أما من الأدب العربي ففي الحقيقة لم يعرف الأدب العربي القديم فن الملحمة ولكن عرف ما يشبه ذلك في العصر الحديث ومن أشهر الملاحم العربية الإلياذة الإسلامية أو بما تعرف ديوان مجد الإسلام للشاعر أحمد محرم وقد رصد فيها السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي حيث تحدث فيها عن حياة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فقد نظم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في ثلاثة آلاف بيت من الشعر يصور فيها حياته صلى الله عليه وسلم منذ مولده حتى وفاته مراعيا التسلسل الزمنية في عرض الأحداث ومن هذه الملحمة قول الشاعر أحمد محرم عن شهداء بدر طف بالمصارع واستمع نجواها والثم بأفياء الجنان ثراها ضاع الشذا القدسي في جنباتها فانشق وصف للمؤمنين شذاها حلل يروع جلالها ومنازل من نور رب العالمين سناها ضمت حماة الحق ما عرف امرؤ عزا لهم من دونه أو جاها أما الأجناس الأدبية النثرية فنذكر منها الخطبة والخطبة هي فن الإلقاء الشفهي أمام الجمهور بهدف استمالة الناس وإقناعهم وهي أقدم فنون النثر الجاهلي ومن أشهر خطباء العرب قبل الإسلام قص بن ساعدة الإيادي ويدرب به المثل في الفصاحة والبلاغة حتى قيل أبلغ من قس وإليكم أبنائي الطلاب خطبته التي يوجهها إلى قومه ناصحا فيقول يا معشر إياد يا معشر إياد أين الآباء والأجداد وأين الفراعنة الشداد ألم يكونوا أكثر منكم مالا وأطول آجالا طحنهم الدهر بكلكله ومزقهم بتطاوله يقسموا قص بالله قسما لا إثم فيه إن لله دينا هو أرضى لكم وأفضل من دينكم الذي أنتم عليه بارك الله فيكم أبنائي الطلاب والآن وصلنا إلى الرسالة والرسالة فن نثري قديم وهي وسيلة الاتصال بين الناس لتلبية حاجاتهم العلمية والنفسية والاجتماعية وهي أنواع ومن أنواعها أولا الرسالة الرسمية أو بما تعرف الديوانية حيث تصدر عن الهيئات والمؤسسات الرسمية داخل الدولة وخارجها ثانيا الرسالة الشخصية أو الإخوانية حيث يتم تبادلها بين الأشخاص في المناسبات الاجتماعية كالتهنئة والتعزية ثالثا الرسالة الأذبية وهذه الرسالة تعرض فكرة ما أو قضية ما من خلال فكر الأديب ومشاعره أما عناصر الرسالة أحبابنا فهي المرسل والمرسل إليه والموضوع ونأخذ نموذجا للرسالة الديوانية ما جاء عن سيدنا عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما في فتح فارس أما بعد فتعاهد قلبك وحادث جندك بالموعظة والنية والحسبة ومن غفل فليحدثهما والصبر الصبر فإن المعونة تأتي من الله على قدر النية والأجر على قدر الحسبة والحذر الحذر على من أنت عليه وما أنت بسبيله واسألوا الله العافية وأكثروا من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله ثالثا المقال والمقال فن نثري حديث يعالج موضوعا أو قضية ما من منظور الكاتب وقد تطور عن الرسالة الأدبية القديمة وأنواعه أولا المقال الأدبي ويعرض فيه الكاتب قضية تدور في رأسه وتعبر عن أفكاره وملاحظاته ومن سمات المقال الأدبي بروز شخصية الكاتب وعاطفته ثانيا كثرة الإيحاءات اللفظية ثالثا التنوع بين الخبر والإنشاء ثانيا المقال العلمي البحث ويعرض فيه الكاتب قضية علمية ومن سمات المقال العلمي البحث أولا البعد عن الأسلوب الأدبي ثانيا البعد عن استخدام المجاز والإيحاء ثالثا دقة الألفاظ رابعا وضوح الأفكار ثالثا من أنواع المقال المقال العلمي المتعدب ويعبر فيه الكاتب عن الحقيقة العلمية بأسلوب أدبي واضح رابعا ومن أنواع المقال أيضا المقال العلمي الميسر ويعرض فيه الكاتب قضية علمية بأسلوب ميسر سهل مع عدم الإكثار من المصطلحات أو الحقائق العلمية أو الأرقام ونأخذ نموذجا للمقال الأدبي قول الرافعي العظمة خلق إنساني يوجده العلم أو يوجد هو العمل الإنساني العظيم فإن لم يكن علم صحيح ولا عمل صحيح فاجمع بين الماء والنار قبل أن تجمع بين النفس والعظمة إنما العظيم ذات مبنية على مبدأ وما دام كذلك فهو عظيم في خلقه وفي عمله ولا يسلب هذه العظمة منه إلا الموت رابعا المسرحية والمسرحية جنس أدبي يروي قصة من خلال حوار الشخصيات وأفعالها وتدور أحداثها على خشبة المسرح أمام الجمهور نشأة المسرح عند العرب متى عرف العرب والأدب العربي المسرح أعزائي الطلاب؟ في الحقيقة لم يعرفه الأدب العربي إلا في العصر الحديث بعد الاتصال بالثقافة الغربية وذلك في القرن التاسع عشر على يد الأديب اللبناني مارون النقاش الذي تأثر كثيرا بالأديب الفرنسي موليير وترجم مسرحية البخيل ونقلها إلى المسرح العربي ثم كتب مسرحيتي الحسود الصليط وأبو الحسن المغفل ويعد أبو خليل القباني أول من أسس مسرحا عربيا في القرن التاسع عشر في دمشق وقدم مسرحيات مستوحاتا من التاريخ العربي مثل مسرحية هارون الرشيد ويعد الشاعر أحمد شوقي رائد المسرح الشعري في أدبنا العربي وذلك بسبب تأثره بالثقافة الغربية ومن أشهر مسرحياته مصرع كليو بترا ومجنون ليلة ومن أنواع الأجناس الأدبية النثري أحبابنا أيضا خامسا القصة وهي جنس أدبي عام لأنواع متعددة وتقسم القصة بحسب حجمها إلى أولا الأقصوصة والقصة القصيرة والقصة المتوسطة والرواية ومن أشهر أعلامها في أدبنا العربي محمد حسين هيكل ومحمود تيمور وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ وسليمان الشطي وزكريا تامر وعيث الناعوري ويوسف إدريس وهنا أعزائي الطلاب لا بد أن أذكركم بأن القصص القرآنية يعد نموذجا رائعا للقصة بعناصرها الفنية التي تتمثل في الأحداث والشخصيات والزمان والمكان والعقدة والحل وتعد قصة يوسف عليه السلام نموذجا حيا للقصة القرآنية وقد استلهمها الكتاب والنقاد في وضع الإطار الفني لهذا الجنس الأدبي بارك الله فيكم والآن أحبابنا وصلنا إلى حل التدريبات في الصفحة الثامنة والتسعين بعد المئة يقول السؤال الأول وضح مفهوم الأجناس الأدبية تفضل عزيزي بارك الله فيك يا ولدي فالجنس الأدبي هو الشكل الفني الذي يصب فيه الأديب إبداعه الأدبي كالخطبة أو المقالة أو القصة أو القصيدة أو الملحمة أو المسرحية بارك الله فيكم أبناء الطلاب والآن ننتقل إلى السؤال الرابع في الصفحة التاسعة والتسعين بعد المئة يقول هذا السؤال بعد قراءتك رسالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما في فتح فارس اذكر نوعها ثم بين إثنتين من خصائصها مع الدليل من لهذا السؤال أيها الأحباب تفضل عزيزي أحسنت أحسنت ما أفلح إلا أنت فهذه الرسالة تعد من الرسائل الرسمية الديوانية ومن أهم خصائصها التنويع بين الأساليب الخبرية والإنشائية ومثال على ذلك الأسلوب الإنشائي الطلبي كالأمر في قوله رضي الله عنه فتعاهد قلبك وحادث جندك والأسلوب الخبري في قوله فإن المعونة تأتي من الله على قدر النية والأجر على قدر الحسبة أيضا من خصائص هذه الرسالة أحبابنا توظيف الجمل القصيرة تقوله والصبر الصبر والأجر على قدر الحسبة أيضا من خصائص هذه الرسالة أعزائي الطلاب سهولة الألفاظ ومثال على ذلك كلمات الموعظة والنية والمعونة بارك الله فيكم وصلنا أبنائي الطلاب إلى السؤال السادس والأخير في الصفحة ذاتها يقول هذا السؤال ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة الخطأ أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي أولا قضية الأجناس الأدبية قضية جديدة في النقد الأدبي هل تعد قضية الأجناس الأدبية جديدة أحبابنا؟ من المؤكد أنها قديمة وبالتالي الإجابة خاطئة العبارة الثانية المقال فن نثري لم يعرفه العرب قديما بخصائصه الفنية المعروفة من المؤكد أن الإجابة صحيحة فالعرب لم يعرف المقال بهذه الخصائص الفنية الجديدة ثالثا يمكن التمييز بين الأجناس الأدبية المختلفة على الرغم من التداخل بين فنونها هل نستطيع التمييز أحبابنا بين القصة والمسرحية والشعر والمقال والخاطرة من المؤكد ذلك وبالتالي الإجابة صحيحة بارك الله فيكم الرسالة الإخوانية تكون بين الأصدقاء والإخوان وتكون في المناسبات الاجتماعية بالطبع نعم العبارة الأخيرة لم يعرف الأدب العربي فن الملحمة بخصائصه الأدبية المعروفة قلنا أعزائي الطلاب أن الأدب العربي لم يعرف فن الملحمة بهذه الخصائص الأدبية المعروفة وبالتالي فالإجابة صحيحة بارك الله فيكم إلى هنا يكون درسنا قد انتهى أرجو لكم وافر التوفيق وأشكر لكم حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة